النهاردة كنت بتكلم مع البيت أسرة نور الحق أعادت تتكلم معها ساعة وثمانية وتلاتين دقيقة ولا مدري وكم تلاتين دقيقة وتكلمنا عن زحل الحمل فهي سألتني زحل الحمل يعني زحل الحمل وإيه اللي يحصل لما يدخل زحل الحمل ويعني تناقشنا وتسولفنا حول عدة سوالف وأمور اقتصادية بتنجانية عن زحل كوكب الاختبارات في الهبوط في برج الحمل زحل الحمل ده مرتبط بيوم مهم جدا في تاريخ سوريا ومصر 5 يونيو يوم الاثنين 5 يونيو 1967 دخول زحل كوكب اليهود في برج الحمل الناري ويعلو شأن اليهود علوا كبيرا ده اللي دايما بيحصل مع زحل القوس وزحل الحمل وزحل الأسد أصلا إسرائيل نفسها زحل الأسد فزحل الناري مهم جدا على الأصعدة اليهودية يعني هو مهم جدا لليهود اليهود بيحبوه أو هما بينتصروا فيه يعني ناكسة 5 يونيو 1967 ده من وجهة نظر يعني فلك اقتصادي وفلك سياسي وعالمي ودولي وكلام زي كده لكن النيشنز الأمم الفلك المندين أسترولوجي احنا يخص أن الفلك الشخصي أو التنجيم الشخصي أنت هنا لما يكون عندك زحل الحمل لمعنىها الآتي أن كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس هيكون عندها عقدة في البحث عن الزات هو البحث عن الزات اكتشاف الزات والغوص في الزات البحث عن مصاري الحياة يعني زحل الحمل يخليك تدور على مصاري الحياة موليد 4 مارس 1967 إلى 34 79 وموليد 7-4-96 إلى 9-6-1998 وموليد 25 أكتوبر 98 إلى 1 مارس 1999 من أول يوم 25-25-25 يدخل زحل في الحمل والبت اللي مولودة سنة سبعة وتسعين والبت اللي مولودة مش عارف سنة كم هتصبح تلاتينية جدة كتومة حنونة يعني تخيل البنات اللي تولدوا سنة 1996 و1998 و1997 كده الفترة دي هتصبح البنت تلاتينية جدة كتومة حنونة وهيجي أزمة منتصف العمر عند سنة تلاتين وعند عودة زحل وتبدي تسأل نفسك أنت وين قضيت عمر العشرينات عمر العشرينات ضعفين إيش اللي أنت عملته في العشرينات اشتريت سيارة اشتريت بيت اشتريت قر بعرفت تعمل تحقيقات مهنية كويسة اتعلمت حاجات مهمة اتطورت علميا اتطورت معرفيا بتسأل نفسك أسئلة كتير جدا عند عودة زحل في برج الحمل لكن هو زحل الحمل كله هيكون ليه تأثير عن الناس يعني هو زحل الحمل هيكون ليه تأثير كبير جدا على الهويات وشكل السنابة قربت تخلص بكملكم في السنابة الجاية زحل الحمل في الغالب بديه تلات سنابات عشان نبقى على المستوى الشخصي كل الناس هتبقى عندها هاف اون براندس يعني زحل الحمل هيعمل حاجات كتير جدا هيلخبط الميزان هيلخبط الدلو هيلخبط الجدي وهيلخبط الحمل زحل الحمل ده بما ان الكوكب اللي شرفه في الميزان هابط في الحمل اذا كان الميزان هو الزواج والعلاقات فزحل الحمل هيزود البحث عن الفردية اكتر واكتر وكل شخص يقولك انا استفدت ايه انا مستفيد ايه زي موليد زحل الحمل ما فيهم من الانانية وفيهم من تأسس نظام حياة مبني على النفس يعني موليد زحل الحمل هو كوكب هابط كوكب هابط لانه هو الناس كلها بتستعجل النتائج والناس كلها تبتدت حلل شخصيتها وتفهم شخصيتها زحل الحمل هو اصلا عندهم مشاكل في استعجال النتائج وفي قطف الثمار وفي استخدام العنف وفي اللجوء للعنف كاسلوب للتعامل يعني هما زحل الحمل يعتبروا اشخاص ساديين واشخاص بشخصا والامور معروفين يعني زي صدام ابو حسين اللي كان موليد سنة 1937 كده المعتوه ده فده كان اكتر انسان مريض في العالم صدام ابو حسين كان عنده زحل في الحمل وطبعا المرضى النفسيين اللي بيتابعوه وبيحبوه وبينشروا له الفيديوهات وبيعتبروه اسد وانه هو شجاع وانه هو محارب وانه هو مقاتل وانه هو حارب 34 دولة في حرب درع الصحراء وعاصفة الصحراء وانه هو دخل ضد ايران حرب 8 سنين اطول من طول الحرب العالمية التانية وانه هو بعدين غزو الكويت وبعدين اتفرض عليه عقوبات 13 سنة وما سوى خير في دولة مهمة جدا زي العراق دولة عندها تالت احتياط نفط في العالم ودولة جدا غنية جدا 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 غنية لكن زحل كوكب السياسة لما كان في برج الحمل عند صدام ابو حسين سنة 1937 لما تولد المجهوم ده ربنا بلانا بانسان فاشل في السياسة على العموم زحل الحمل هيخلي الناس تكون فشلة في السياسة دول كتيرة جدا تاخد قرارات سياسية بين 36 كعادة الزعماء المتخلفين عقليا لو ترمب الحمار مسك الحكم فياخد قرارات جدا متهورة هيطلع بقى من الاتحاد الاوروبي ويطرق الاتحاد الاوروبي لقمة سائغة للدب الروسي مش عارف ايه والصين تتغول اكتر واكتر وتبني حاملات طائرات اكتر واكتر وازمة البحث عن الهوية وكل شخص عايز يصنع هويته وكل دولة عايزة تصنع هويتها والوطن وحب الوطن الكلام ده بتاع انت فاهم الجماعة دول فالناس اللي عندهم ازمة في تكوين الشخصية اللي ما عندهمش تاريخ الناس اللي ما عندهمش تاريخ ولا عندهم جغرافيا ولا عندهم حاجة يفتخروا بيها اتلقوهم يسرقوا الاكلات من غيرهم يسرقوا الثقافة من غيرهم يسرقوا الفلكلور الشعبي من غيرهم يعني زي اليهود بيقولك إن الحلويات إسرائيلي الطعمية يهودي البصل إسرائيلي يسرقوها وينسبوها لنفسهم زحل الحمل ده هيخرب حاجات كتيرة جدا شكراً أنا أنطول في السنبات دي زحل الحمل هيخرب الأصدقاء لأنه كل وقت هيخرب العلاقات مع الأصدقاء لأنه كتير ناس هتقول لك أنا استفدت إيه أنا يعني أنا بمشي مع الأصدقاء أنا استفدت إيه من الأصدقاء مش عارف إيه فأنا المهم نفسي وكل واحد هيبتدي بقى إيه يدور على نفسه وينطوي فالمهم أنه زحل اللي بيحكم الده الأصدقاء والمجتمع يصير المجتمع عدواني يصير السياسة عدوانية يصير ما فيش دبلوماسي المصيبة أن زحل الحمل بيأسس لحروب وبيأسس لصراعات وبيكبر الناس على بيكبر الناس على أنها تكون قطبية أنه يعني يا معي يا ضد يا إما أنت تكون مع أمريكا أو ضد أمريكا إما أنت تكون مع روسيا أو ضد روسيا ما فيش سياسة متوازنة هيكون فيه سياسة هيكون فيه الانحياز للأطراف والكلام ده بيحصل بشكل شخصي أنا والله يعني أنا غير متفائل بزحل الحمل ابن المتناقة ده زي ما أنا دلوقتي جده غير متفائل بالمشتري في برج الخارة للجوزاء ومش حابب أن المشتري يكون في الجوزاء أصلا زي ما أنا ما كنتش حابب أن المشتري يدخل في الحوت ومش حابب أن المشتري يكون في برج الحمل كشم برج الحمل على كشم برج الحوت يعني برضو مش راضي أن زحل يكون في الدلو الشم الدلو شخصيا كله على بعضهم ولا المشتري يدخل في الدلو 2021-2022 ضيع وقتنا ابن العرس ابن عرس دخل في الدلو حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المناخ وحقوق المثليين جنسيا وحقوق مش عارف النسويات وحقوق البيئة والمناخ يعني سب مشاكل الدنيا كلها ومسك في التلوث البحري وتسريب حاملات النفط وضرر على الثروة الحيوانية وحقوق الإنسان والديمغراطية يا ابن العرس انت هو ديمغراطية لا فيه ديمغراطية ولا ده كلام فاضي تنظير الدلو وتطييز الدلو أكتر من تطييز الحوت والقبص المطييزين دول لما يخبطوا في الكلام ولا استفدت حاجة من دخول زحل في الدلو ولا المشتري في الدلو ولا المشتري في الحمل ولا المشتري في حوت كلام فاضي يعني لم يصنع الفرق الكبير في العالم ولا حاجة لكن دخول زحل في الحمل ده هيصنع الفرق الكبير بشكل عكسي بشكل سلبي مش بشكل إيجابي ولا حاجة بيخلي الناس شخصا الأمور هيخلي سياسة عالمية متهورة هتلاقي قادة حميريين هتلاقي الناس سخنة هتلاقي الود المتخلف ابن الكلب كيم جونجون ابن الحرام ده بتاع كوريا الشمالية عملي يرمي صواريخ أكتر وأكتر مصيبة لحسنتهم حربة عالمية تالتة مع زوحة للحمل وأنه كل واحد بيدور على نفسه وكل واحد بيتحدى الآخر وكل واحد بيحاول يثبت نفسه على حساب الطرف التاني هتبقى قصة بانتكالب وقصة حمدانة زوحة للحمل هيخلي الناس تسيب الوظائف جزء كبير يسيب الوظائف يقولك أترك الوظيفة أو أبحث عن التجارة أو يعمل البراند الشخصي به ناس كتير جدا هتعمل قنوات في الحمل قنوات في زوحة للحمل تعمل قنوات في اليوتيوب وتعمل حسابات شخصية كل الناس هتعمل حسابات شخصية عندها حسابات في السوشال ميديا كل الناس هتبدو تحط صور وتصور يعني انت شمعنا انت تصور وانا لا شمعنا انت تنزل صورتك وانا لا شمعنا انت عندك متابعين وانا لا كده 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 صار الموضوع غيره شمعنا انت وانا لا هو ده السؤال بتاع زوحة للحمل ابن العرس شمعنا انت وانا لا خلاص يا أخي أنا عندي مميزات مش عندك فالمهم تجي تفهم الشخص تقوله آه انت ليه عايز تعمل حساب شخصي يعني انت ليه عندك برند باسمك وانا ما عندش برند انا عمل برند باسمك اعمل اكواب بهوة واكتب عليها اسم وبيعها اوكي احط اسمي علي اي حاجة اعمل خط انتاج ايوه جنا للكلام بقى انا بعمل خط انتاج باسمي ايوه وبعمل برند باسمي وبعمل كلوتات CR7 زي كريستيان وCR7 باسمي مركة مسجنة يعني انا خلاص دلوقتي انا اسم محمد مثلاً اتش محمد حسن يبقى م اتش مح مثلا سيفن مثلا يعني انا بقى هبقى زي كريستيانو كريستيانو سي ار سيفن انا خلاص عمل لي مح مثلا 1 خلاص ده الكود الاعلاني بتاعي وعمل لي بقى خط انتاج كولوتات خط انتاج ندارات خط انتاج احزيرياضية خط انتاج مش عارف ايه خلاص بقى اي حد يا جماعة بيدور على منتج خش على مح ون وكده الموضوع شخصا الموضوع هيقلت بشخصا وبعدين كيلستين عنديه زورة حمل مريخ حمل فالاخ طبع اسمه على برندات وأصبح عنديه سلسلة فنادق خاصة به سلسلة مش العربة طاعة خاصة به حزي خاصة به اه صح عايز تعمل حاجة باسمك ما هو كده زوحة للحمل انت عايز تعمل حاجة باسمك عايز تحط تحشر طيب تقلب اسمك على اي منتج وخلا احشر اسمك وخلا فين انت مين ممكن نعمل 500 فيديو تاني عن زوحة للحمل طولت وما كنتش اعتقد ان الموضاعي طول المهم زوحة للحمل ده حكاية بنت عرص حكاية طويلة مرة فيلم هندي فيلم اطلسي فيلم ابن 66 كلب فيلم اكشن يعني فيلم اكشن فيلم اكشن يعني الزوحة للحمل ده حكاية كتير قصص كتير شغل اطفال لعب عيال حضانة اطفال فجأة هتلاقي كوكب الارض كوكب معرص زي الفترة اللي كان فيها اورانوس الحمل وفترة فورات الزفت العربي كانت الشعوب شعوب معرص اسعتها وفجأة هتلاقي الناس الجنت وفجأة هتلاقي الناس هاجت وفجأة هتلاقي كل واحد بيحكي عن نفسه انا تجربتي في الحياة ان انا ايوا بقى كل واحد يكتب كتاب انا بكتب كتابي رحلة الايام وبحكي قصة حياتي الحمضانة هتلاقي كل واحد بيعمل كتاب باسمه ويكتب بيت شع وينسبه لنفسه واش عارف الدول تتوه وتبحث عن هويتها الوطنية واش عارف ايه والشعوب مش عارفها هي مين وهم مين واصلهم ايه وحنا فين وانتم مين وتلاقي العالم بتاع كل دولة كل دولة بتمجد علامها وبتمجد هويتها وبتعيد التأكيد على هويتها وتعيد اثبات ذاتها والاشخاص يعيدوا التفكير في من هم من انت ولماذا جئت الى هذه الدنيا وماذا تريد من الحياة واش عارف ايه الكلام ده انت مين وانا مين وانت كام وانت تسوى كام وانت ابوك مين واهلك مين وجزورك ايه وكلام زيك هتستفيد حاجة مش هتستفيد حاجة زوحل الحمل مجرد كوكب بيعرفك نفسك وبيخليك تفشغ في نفسك وانا مين في الاخر انت انسان كائن حي عيش وتعالش خلاص انت بقى ابوك مين امك مين مش مهم انت انسان لحمه ودمه وعظمه وشعره وجلده واسنانه وبشر طبيعي تأكل وتشرب يأكل مما يأكلوا منه الناس واشربهم ما يشربوه بشر طبيعي زيك عدت وقتها ايامك هتخلص وهتتدفن زيك ما يعني زي كل الاجيال اللي سبقتك والقرون والامم السابقة زوحل الحمل هيكبر موضوع اه هيكبر موضوع على قلة فايدة وسيحي الفردية الطيوزية اللي ملهاش ايه لازمة في الحياة حتى كريستيان ونفسه ما يقدرش يلعب في الملعب الا بدون فريق معه كتير من الاشياء مش هتعرف تعملها الا بوجود اشخاص يساعدوك او بوجود اشخاص يكونوا موجودين مش هتعيش في الدنيا لوحدك يا زوحل الحمل لازم يكون فيه اشخاص حواليك الدنيا للأسف في الدنيا من غير الناس ما تندس ولازم ان يكون فيه تعاون تجاري ودولي وآه صح الدول اللي هتدور على الاكتفاء الزاتي مفيش حاجة سمع اكتفاء الزاتي ممكن يبقى فيه اكتفاء الزاتي بس في الغالب اي دولة حتى لو انت اكتفيت زاتي عندك بضعة فائضة هتحتاج تصدرها للدول التانية الدول اللي انت بتصدر لها هتحتاج تحتاج تحترمها عشان تشتري منك حاجات كثيرة الانسان مينفعش يقشل واحدة حتى الشعوب والدول مينفعش تقشل واحدة في الغالب فيه اختلاط وفيه تعاون فزوحل في الحمل هيفشغ الاختلاط ويفشغ التعاون وهيعزز الانانية ويعزز ان كل شخص ينسب الحاجة لنفسه انا فعلتها والفضل دي كده صورة عملنا عن زوحل الحمل زوحل الحمل لسه 25-25 إلى 1 سبتمبر 2025 ومن 14 فبراير 2026 إلى 13 أبريل 2028 لسه سنة 25 فيها كم شهر كده 3 شهور وبعدين سنة 26 كلها تقريبا وسنة 27 كلها تقريبا وأول 4 شهور في سنة 2028 طبعا انا كاتب عند قمر الحمل ان زوحل الحمل هيقترن بقمر الحمل نحن نتمنى كل الضرر وكل الازية ونتمنى ان الصخور تنزل من السماء والنيازك الحارقة مش عارف ايه الفرق ما بين النيازك والشهب والشهب الحارقة برضو تنزل من السماء على موليد قمر الحمل ونفتك منهم لانهما ملاعين ثوى وملاعين صلايب ونحن ما بنحبهمش ولا حاجة يعني موليد قمر الحمل الهمج الرعاع دول اللي هما مش بشر اساسا ولا حاجة متربين مع طرزان في الكهف وفي الغابة هما مش بشر يعني هما كائنات شبه بشري يعني هما اقل مرتبة من الانسان طبعا هو كاهم كقمر الحمل يعلم من داخله انه انسان لم يدخل المدنية ولم يدخل الحضارة وانه اقل من البشر واقل من تطور البشر موليد قمر الحمل كما هو معلوم لما يدخل ذوخل الحمل هم مرضى نفسنين عندهم عقدات نقص ويجب لهم عقد نقص وامراض فوق الامراض اللي عندهم وهم غيرين حسودين ملاعين ويجب لهم امراض غيرة وحسد فوق الحسد والمرض اللي عندهم طبعا فيهم كمية امراض وفيهم دك ام امراض دك ام أمراض يصعب تشخيصها ويصعب وصفة تحتار في وصفة فالمهم الزمن ييدأبهم ولاد الكلبة فالمهم وكله قوي للزمن يلينه نتمنى أن زحل الحمل يهدهم إن شاء الله أيام سودة على قمر الحمل أنا فرحان فيهم زي ما أنا فرحان في مولد قمر الحوت برضو لما بيمروا بالسادساتي خلينا نشمد في أولاد الكلب دول مزعجين ومجرفين وعشتهم سودة وما بيسمعوش النصايح فخلوهم يتفشخوا إنسان ما بيحبش يسمع النصيحة وإنسان يعني معتوه وإنسان غريب الأطوار خلي الدين يتفشخك وخلي الزمن يقدبك والدين يتربيك وتعلمك يا كلب عشان تتقدى طيب أنك مش عايز تسمع عن الكلام وحابب تجرب خلاص قرب وجرب يلا الزمن يعلمك زحل يعلمك قلبوهم ومربهوش زحل يربيه فهذه ريستة كلام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاية هنبقى نتكلم أكتر عن ديك أم زحل الحمل وإحنا سبقين كل الناس في الكلام عنه إحنا بنتكلم في الكلام المهم تلقوني بتكلم عن زحل والمشتري الحاجات المهمة الحاجات المش مهمة ما بتكلمش فيها القمر والزهرة ونش عارف ايه كلام يعني مش مهم بس اوقف موسيقى